عندما نقول ليلة القدر هي ليلة يصطفيها الله تعالى من العشر الأواخر لا يعلم متى هي فالذي يقوم العشر الأواخر سيحظى بها وهي ليست مناسبة ذكرى يعني هناك ذكريات تحصل مناسبة في ذكرى بعد سنة بنفس الذكرى نقول هذه مناسبة هذه الذكرى مثلا السابع عشر من رمضان هي ذكرى معركة بدر الثامن من رمضان هي ذكرى فتح مكة وهكذا التاسع من ذي الحجة يعني يوم خطبة الوداع وهكذا هذه مناسبات استرجاع مناسبات أما ليلة القدر فهي ليست ذكرى مناسبة نزول القرآن تشريفها وتكريمها هي نزول القرآن نعم لكن ليست مناسبة ذكرى بحيث بالضرورة أنها في كل سنة تكون في ليلة السابع والعشرين لكنها لكونها الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يكون لها خصيصة في قلوب الناس في كل سنة حتى أن الناس بالسليقة تسمي ليلة السابع والعشرين بليلة القدر حتى وإن لم تكن هي ليلة القدر فليلة القدر قد تختلف من سنة إلى أخرى فقد تأتي في سنة في ليلة الواحد والعشرين أو الثلاث والعشرين أو الخامس أو السابع أو التاسع والعشرين نعم لكن كما قلنا هذه الليلة لأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها الهميزة وخصيصة في قلوب الناس لذلك نريد أن نقف اليوم مع سورة القدر السورة التي تناولت ذكر ليلة القدر وننظر إلى ما فيها من لطائف تفسيرية وعجائب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن أنزل على أرجح الأقوال ليلة السابع والعشرين أول ما نزل من القرآن كما هو معروف بداية سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق عندما نرى هناك ضمير في هذه السورة يرجع إلى ليلة القدر وهي كلمة هي إنها أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي هي أي هذه الليلة سلام هي حتى مطلع الفجر عندما نعد كلمات سورة القدر نجد أن كلمة هي الكلمة السابعة والعشرون الكلمة السابعة والعشرون من هذه السورة وهذا ترتيب عجيب وعندما نرى كلمة ليلة القدر كم حرفاً لام يا لام تا أربعة ألف لام قاف دال راء تسعة حروف عبارة ليلة القدر تسعة حروف وقد تكررت في السورة ثلاثة مرات تسعة ضرب ثلاثة يكون ناتج سبعاً وعشرين وهذا أيضاً ترتيب إلهي عجيب ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً يعني مثلاً لا أقول جاء زيد وكلمت زيد جاء زيد وكلمت هو نضع الهاء فقط كلمت هو يعني هو أو جاء زيد وخرج لا أقول جاء زيد وخرج زيد لا حاجة للتكرار إنما تكفي الضمائر فكان الأصل أن نقول لو كان كلاماً غير القرآن القرآن طبعاً لا يمكن أن نقول نصحيحه أو كذا لكن الأصل اللغوي إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي هي خير من ألف شهر لماذا أكرر؟ التكرار يدل على معنى التفخيم والتعظيم فمثلاً لو أنك تكلم صاحبك يقول لك مثلاً هل ذهبت إلى البيت؟ تقول نعم متى ستذهب؟ متى سترجع؟ غداً إن شاء الله هكذا تتكلم لكن عندما الرئيس يسألك هل ذهبت؟ نعم سيدي متى تأتي غداً سيدي؟ إن شاء الله سيدي تكرر الكلمة وليس من اللقن تقول الرئيس نعم غداً سأتي لا غير ممكنة غير ممكنة وعندما يتكلم مع ملك جلالتكم أو سموكم أو حضرتكم حتى لو كانت دون هذا المنصب لكن عندما نكلم شيوخنا نحن عندما نكلم شيوخنا وساداتنا رضي الله عنه وحافظهم لنا ورحم من مات منهم أقول لهم نعم شيخي حاضر شيخي على رأسي شيخي هكذا فالتكرار من علامات التفخيم فذكر الله تعالى ليلة القدر مكررة مما يدل على تفخيمها إننا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هنا نرى اللطائفة تفسيرية الأخرى في السورة قالت على خير من ألف شهر ألف شهر تقريبا أكثر من ثلاث وثمانين سنة مجموعة ألف شهر أكثر من ثلاث وثمانين سنة هل يعني أن العبادة في ليلة القدر تعدل الثلاث وثمانين سنة لا الله تعالى لم يقل ليلة القدر بألف شهر قال خير من ألف شهر وخير مفتوحة قد تكون خير من مليون شهر لأن خير هناك كلمة مفتوحة أما لماذا ذكرها الألف من عادة العرب أنها تذكره الألف دلالة على الكثرة حتى الآن نستعملها في اللهجة العامية لما قل الإنسان كلمة ما يسمعني يقول لها مرة ثانية يقول لها يا أخي ألف مرة قلت لك كذا أنت ما قلت لها ألف مرة قلت لها مرتين ثلاثة لكن ألف مرة دلالة على التكثير فالله تعالى قال خير من ألف شهر مهما عددت من دهر فأي خير منه ولا يعلم هذه الخيرية والكثرة إلا الله سبحانه وتعالى ربما خير من مليون من عشرة ملايين من مليار شهر بربما من مليون سنة وليس من مليون شهر ليلة القدر لا يعرف حد بركتها إلا الله سبحانه وتعالى لذلك جعل الخيرية مطلقة خير لم يقل خير من ألف شهر بضعف ستكون عندئذ بألفين لكن قال خير وتركها مطلقة النكرة والنكرة تفيد العموم فليلة القدر خير من ألف شهر